السلام عليكم أخباركم إبن ورين دايما معي هنا بأسعب بيكم في كل وقت وفي كل أواني يا مرحب يا مرحب يا دايما كده مشاركين معايا أسعب بيكم في كل وقت وكل أواني طبعا أكيد الزمالكوية فاكرين كويس أوش التصريح اللي قاله أمير مرتضى ومنصور تقريبا في أواخر نوفمبر أوائل ديسمبر قال إيه أن في نهاية الموسم سيكون هناك تقييم تقييم للعيبة تقييم هنا مش بس للعيبة اللي هتجدد لا كمان للعيبة اللي عقدها مستمرة البعض قال ليه وازاي وبتاع والناس قالوا لا ده قرار مظبوط عشان حتى يدي حافز للعيبة انها تكتهد عشان تستمر في الزمالك اللي اتنين كانوا بيتناقشوا لكن الحقيقة سيكون من المناقشة خلص بقى بتاعت ان دي صح دي غلط القرار ده صح التصريح ده صح ده غلط قصة تانية لكن الحقيقة انه التقييم اللي بيعمله أمير شغال على قدم وصاقة ومش ده بقى اللي بيقول بيقول اللي شايفه حلو أهلا وسهلا اللي شايفه وحش أهلا وسهلا الموضوع بالنسبة لي انا شغال فيه نهاية الموسم بقى قد يكون هناك مفاجآت قد يكون مفاجآت سيرك من الأجانب نكيبش على الأجانب متكلم على اللاعبة المصرية طي автомобilia هو مصرية الأجانب الأقرب انه نجمي يمشي انه مثلوس يمشي اممم كان الجزيرة يمشي خلاص زمالك متشبس بيه 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 شرقي ويه رزق يا ناوط وأك شوية ولاقها وسهرة بس لسه موجودة فى الإطار تمام هنا بقى الموضوع المتوقع أن يكون في عدد لا بأس به تحت طائلة التغيير في الزبالك تغيير جلد كبان أمير مرتضى حسب ما أنا فاهم بيدور على كواليتي وشخصية لاتنين إنك أنت تكون عندك أداء وشخصية هو أمير من الناس اللي بيميلوا في المدرسة بتاعتهم في اللعبة المحترفة لشمال إفرق ما بيميلش ليه الأفرقى قوي لأنه الأفرقى الواو يعني راح أوروبا من زمن لكن أفريقيا لسه فيه المساحة دي إن كان بعض الناس يقولوا إنك لو نزلت يعني شوية في السن ودورت على عبو 19 سنة في أفريقيا ممكن تلعب سواء زيك هيوعد ربي ولا يبقى عاوز أجاهز في وقت زي ده الحقيقة أنت لو بدور على بطولات وبدور على مكاسب وا 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 هتبقى عاوز أجاهز فزيك يروح يجيب لعب أفريقي يدرم ويعيش جواهت أما هو كان رزاق وده إعراط تمام؟ ولحظت ما كان يحتاجه لأصابة جاته ومعاملة التعطيلة اللي مع الطالة دي فالاتجاه دلوقتي وزي ما قال مش شامو طانسور إن أمير مرتضى إداله خريطة خريطة للتعقدات لأسماء الجديدة إيه الأسماء الجديدة؟ مش واضحة دلوقتي تمام؟ وفي الأغلب فيه فرق بين الخريطة وبين التنفيذ بمعنى إن أنا الخريطة أنا محتاج في المركز ده كذا في المركز ده كذا محتاج كذا ده ممكن يقعد ده ممكن يمشي ده نجيبه ده يمشي الأفضل إيه؟ الأولوية بالنسبة لنا إيه؟ دي خطة كده دي الخريطة تتحط ويبدأوا بقى إيه الأسهل؟ طيب إحنا عاوزين لا الراجل عاوز رقم واحد هنا لا ده هنا مش عارف إيه ده دي مناقشات ممكن تاخد لها شهر شهرين في كل مركز كده إيه؟ غاتما الأمور تزبط تمام؟ وتلاقي بقى تسمع هسة عن لعب كلمة عن موضوع الحقيقة إنه المستشامر ده نصور ودي عدته لازم يعمل صفقة واو في الناس كلها تتكلم عنها الصفقة العالية الكبيرة البومينج زي ما يسموها تاريخيا من ساعة عمر زاكي وانت ماشي بقى في الطريقة تمام؟ حتى أخونا عبدالله السعيد وإنه يقدر يجيب من الأهل في اللحظة الأخيرة محمد عن طريق ينجح ومنجحش قصة تانية لكن يقدر يجيب يعني إيه؟ في المنافسة بيعرف يوصل بشكل قوي يعني ففي صفقة بومينج هتكون هتكون أنا بقول لكم يعني بمعرفتي بتفكير المصرشان مرتضاء هيجيب صفقة بومينج هنا اسم ونجومية يعني وسن صغير مش هيروح يجيب أبو 30 سنة و30 لا 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 وهو أنا وجد نظري إنه لو جاب البومينج ده من مصر من إطار الدولي المصري فالبومينج ده الوحيد هو برمضان صبحي هل المسلمين مرتضاء المنصور ممكن يتجه تفكيره من الموضوع ده؟ الله أعلم إذا مالك بيحتاجوا ولا مش بيحتاجوا دي قصة تانية لكن في صفقة بومينج أكيد وترامى المسلمين مرتضاء المنصور قال بقى أن فيه خريطة وفيه أسماء فممكن فعلا نلاقي إيه؟ أسماء قوية جاي تمام؟ لكن اللي أنا متأكد بإنه أن التقييم هيكون متأسم إن فيه لعيبة استغناء ولعيبة استمرار ولعيبة إعارة إعارة زي كرة القدم كده فيه إيه؟ فوز خسارة تعادل الفوز يعني استمرارك الخسارة يعني خروجك التعادل عن الإعار الأفكار دي هي اللي شغل التقييم هيبقى طول وقت اللعيبة اللي هتمشي إذا كعاوز يكسب من غراها مش هيستغناء المجانا يعني لأ هيبحث عن إنه يكسب من غراها برضو فلوس تساعد فيه إنه يجيب صفقة هنا يدفع مقدم هنا يحل هنا إيه؟ تمام؟ والإعارات هتبقى بفلوس مين بقى الإعارات؟ الله هو أعلى وأعلم هنشوف بقى في نهاية الموسم لكن كتير من الناس بيؤكدوا أن ممكن حتى ولو أو الحاجة الوحيدة اللي تمنع هذا الأمر إن الفريق ياخد الدوري وياخد الفرقشة ساعتها بقى التقييم بقى واضح تماما لا جدالة فيه نجاح واستمرار تدعيم بقى من الغربان اللي بيعوا بتعمل كده ده تنزل الحاجة بور الزبط كده ده ياخدنا لموضوع كمان وهو باتشيكو إيه قصة باتشيكو؟ كان الكابتي حسين لبيب ولاجنته مشوا في الموضوع شوية وتعاملوا مفاوضات لكن ما انتهتش المفاوضات على أكمل وجه الزمالك اتحكم عليه باستغرامة ربعمية وخمسين ألف يورو وكان يعني الأمور مقبولة شوية من أخونا باتشيكو لكن الزمالك استقنف عدد ربعمية وخمسين فقام باتشيكو مستقنف عدد ربعمية وخمسين ومطالب مليون وسبعمائة ألف يورو الضعف يعني أو الثلاث ضعاف مليون سبعمائة ألف يورو يوم تمانية وعشرين مارس القادم هو الحكم في جلسة الاستقنف دي لإما صالح الزمالك ويتلغي خالص العقوبة وكلت أشك أو لصالح باتشيكو هنا صالح باتشيكو ممكن بحكتين لإما يعتمد ربعمية وخمسين ألف يورو أو يعتمد ربعمية وخمسين ألف يورو إيه اللي هيجرى إيه اللي هيحصل إيه الموضوع الله أعلى وأعلم أهم حاجة بالنسبة لي إنه لو لا قدر الله وقعت عقوبة على نادي الزمالك وهي تكون غرامة بس يورو أي إضافات أخرى لا بقى يقف قيد ولا مش عارف لفت نظر ولا مش عايزين أي إضافات يعني لو لا قدر الله بل زينك تعاقب يبقى ناخدها إيه غرامة باتشيكو الحقيقة إنه قضايا زمالك كتيرة وبيتحكم فيها حقولي أخي ده بش عارف لفت نادي الزمالك جاري 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 بتجأحنا يجي الأقضايا هنا باتشيكو ماشي من سنة خلاص أهو بيحكم فيها لكن كهرباء داخل في سنة ونص ونروح ننمى نقومش الله فيه إيه الحاجات دي غريبة جدا بالمناسبة دا يصير الاستغراب جدا إن أنت هو إيه الحكاية قلت لكم بلح أورقة المحاكم دي بالمزاج يعني ولا إيه ندخل سرداب مثلا في المحكمة الرياضية خص كهرباء لكن نقعد ندخل في قضا واسعة وكبيرة في كل قضايا تانية جاري 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 وفيكو على مش عالف الراجل أكاديمية الكاميرون اللي مش عالف ودينا سريعة 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 دي جا عند القضايا زي خلاص هو الأقرب هو الفوز هو هو ننام الحاجة الوحيدة اللي زينا كفاز فيها كانت قضية حمد النجاز المحكمة الرياضية اللي لغت بس كان الزمالك اتعقد معاه وده له مقدم تمام فأيا كان لكن على الأقل 300 ألف دولار ولا 200 ألف دولار اللي تدفعوا أمعرفش بالزبط كام ممكن أكتب ممكن أقل الله أعلم أرحب من الفلوس اللي كان من يوم ونص لو كانت حاكم لكن اللي حصل لكن قضايا الزمالك في المحاكم الرياضية اللي ضده تتحكم فيه تربيني لكن اللي للزمالك سلحف بس 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 بالأمور بس 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 طارق حامد استورر في التأهيق ما ننزل في التأثير الجماعي بس بس المكان الجزء ثم لأن فرص الزمالك قد تضعف في حالة نتيجة سلبية نتيجة سبعاني الخسارة التعادل لسه فيه أمل الفوز مية مية حاجة كده نعمة فضل من ربنا ومن ثم مهم أن يركز 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 وهو رايح كده لأنه في المباراة دي مصيرية في كل شيء مصيرية في مصير الزمالك لذلك مستمراره في الفريق في البطولة ومصيرية في استمرار أو بقاء أو رحيل من كارترون بالمناسبة عشان تبقوا على علم المعلومة اللي عندي والله هو أعلى وأعلم أن أمير مرتضى مش راضي أو مش عاوز كارترون يمشي وشاكوا أنه يكمل الراجل نجاح السنة اللي فاتت وممكن يكمل لكن كل ده هيبقى متوقف على إيه؟ على مباراة البيديان المصير المرضى قال له أو اتقي ربنا أنا لو عازها مشي كنت مشي لك من أول يوم فركز وبتاع وبطل إيه؟ شغل المحاضر الرسمية اللي بتبعتها دي على يد محضر طيب مش محضر هو بيبعت رسالة يعني بيبعت إيميل أو كده مشبه الإنظار يعني تمام؟ لكن المعنى فعلا على محضر رسمي يعني أو محضر محضر يعني على يده محضر طبعا؟ نتمنى أن الكرترون يركز في المباراة لأنه أنا مهتم من الكرترون يركز فتركيزه ده هيوصل لإيه؟ للعيبة هو يحسه بيه فيركزه أكتر اللعبة بقى؟ الروح إحنا عارفين مستواكم الفني ممتاز عاوزين نروح بقى؟ روح وإصرار كده شديد وقوة في الأداء وتركيز نفوز على طبق نفوز مش نتعادل نفوز أنا بقولك لو شفنا روح وإداء في الملعب إزاك يفوز إن شاء الله يا رب بو نسبة المغرب وإحنا في المغرب يعني بلد أشرف بن شرق اللي كلنا كده كجمهور وقفين على قدم وصاق أشرف بن شرق أشرف بن شرق اللي هيحصل إيه؟ إنه إدارة الزمانك هتاخد معها عقد أشرف بن شرق وتعرضه أمير هيعرضه على المحامي بتاع أخونا بن شرقي وشقيق بن شرقي للمناقشة والتواصف الأول أنا حكيت لكم زمان لو تفتكروا كان أيام حسين لبيب كل شوية بيعدلوا يبعثوا بند بند ويعدلوا دي ويتناقشوا في دي كانوا بيطوروا الموضوع شوية وطوروا الحكاية المراتي هو العقد مكتوب يبصوا عليه موافقين عادين طب المقدم إيه مشافين خلص إذن عقود بن شرقي يصطحبها الزمانك معه إلى المغرب سأعزوا ألوكم حاجة قصة يعني كده تخص فرجاني ساسي قبل ما هتكلم عن فرجاني برضو دلوقتي بس في الحتة بتاعت التجديد دي في نفس المباراة التالتة في المجموعات السنة الفاتية كان قصاد الترجع في تونس برضو بلد مين؟ فرجاني ساسي اللي هو عماد عب عزيز هو اللي راح رئيس للبعثة كان يرافقه إبراهيم عبد الله والأستاذ طارق حشش راحوا هم الثلاثة وبدأت فاوضوا معه مش فاكر اسمه الوكيل مهند عون وكيل فرجاني ساسي وبرضو بتاعه كانوا معاهم عقد بقيمته مليون ستمائة وخمسين ألف يورو وجاهز للتوقيع مرضوش يوقع برضو عادوا يماطلوا يقولوا لا إحنا عايزين أستشار فيه وبتاع لأنهم كانوا إيه موقعين هنا بالضبط اللي هنشوفه معه بن شرق بن شرق هيماطل ولا انت عاوز كامل عاوز خمسة جنيه أوكي يلا يلا لكن لو ماطل بعد آه لا يبقى كده في حاجة أن هناك إنه بس بمناسبة فرجاني ساسي كلام كتير بل هو كلام قوي وخصوصا خارج من الصحافة التونسية والقطرية إن فرجاني ساسي تم إبلاغه من فريق الضحين أنه ليس له مكان ليس له مكان في الموسم الجديد معه وأبحث عن فريق الصحف التونسية بتقول لنا أن الفريق الأقرب لتواجد فرجاني ساسي في الموسم الجديد هو الزمالك فهل فعلا زيك بفكر فيه في إشارات خرجت كتير جدا 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 من نادي الزمالك بتقول إن فيه التفكير فيه عودة فرجاني ساسي حلو أنا قلت وما زلت عند رأيش اللي يسيب الزمالك ما يرجعش لكن لو الموديل الفني بقى مصمم وشايف إنه مفيد ومش عارفين يجيبه حد تاني وإن فرجاني اللي بقى عنده 30 سنة هيقدر يقدر يقدر الدور المطلوب بإنه تمام لكن بشروط الزمالك والزمالك يعوض الفلوس اللي اتدفعت يعني إذا كان بيدينه مليون وربعمية ومليون وخبسمية ومليون وستمية السنة اللي فاتت الثلاث سنين اللي فاتوا لا إحنا أخرنا مليون أخرنا مليون لإنه هو جاي من عدم نجاح مش من نجاح ومن ثم من حق الزمالك بقى طالما أن الراجل بقى تقريبا مستغنى عنه مش موجود في فريق فهو هيمشي ببلاش لو ما ياخدش فلوس يعني بالطرد وتكال الله شوف لك فريق وما لأنت تاخد ولا إحنا ناخد تمام فإبقى زمالك يفرد شروطه أعتقد إن ده اللي هيحصل أن الزمالك هو الذي سيفرد الشروط على فرجاني ساسي في تجديد أو عودته مرة أخرى خصوصا في الجزء المالي والقيمة والمقابل دي وجهة نظر أولا إذا الأفضل بالنسبة لي ما يرجعش لكن لو الإدارة والمدير الفني شايفين أنه يرجع يرجع بوجهة نظر زمالكوية صرف أنه هو إثبت بقى رغبتك في الزمالك إحنا ظروفنا دلوقتي كده عشان ما يتأخرش وتروح تقدم بش عارف إيه والحاجات اللي أنتوا عارفينها بتاعت إخواتنا اللي بيرفعه دايما شكاوى وبيقدمه إنذارات من لعبة الزمالك الأجالب أشوفكم على الخير في اللي جاي ودايما معايا وأسعب بيكم في طول الوقت وكل أهوان سلام